بحال في حدا من العائلة كان عنده مشكلة بالقلب فالعائلة كلها بيكون عندها هيدا الخوف وحتى الأطفال اللي صغير ممكن كمين يعانوا من مشاكل خلقية بالقلب خلونا نتابع سوا شو خبرونا الأطباء بمستشفى غازي عصمان باشا عن هالموضوع كل طفل بيجي عهد دنيا هو عبارة عن معجزة المعجزة يلي بتخلي روح تكتمل برحم الأم خلال تسعة شهر نتيجة لقاح نطفة وبويضة خلال هيد الفترة بتبتدى الأعضاء كلها تكتمل تيتكون عنا الكائن البشري قلب الطفل إجمالا بيكتمل بين الأسبوع السادس والتامن وخلال هيد الفترة إذا تعرضت الأم لأي مشكلة صحية ممكن هالشي أثر على قلب الجنين ونسبة من خمسة على تمانة بالألف من الأطفال يلي بيولدوا بالعالم بيولدوا عندون مشاكل بالألب الأخصائي بجراحت الألب بمستشفى غازي عصمان باشا البروفيسور سليمان أزكان بيخبرنا أنو مشاكل للألب الخلقية في إلى أسباب كتيري دكتور شووي سبب زهور أمراض الألب الخلقية دكتور شووي سبب زهور أمراض الأخصائي بيقدر أي دكتور أطفال شخصا دكتور شووي أعراض هالمرض يعني كيف بيقدر الشخص المصاب يعرف أنه عم بعاني من مراب بالألب اذا يحنب بيقدر شووي على بيقدر التخلقية لها أغرب يحنب بيقدر شخص المصابي أغرب الأيام تحنب بيقدر أراد اليوم بيقدر الشخص العصائي يعني شاربنطة شاربنطة هسي نفس دارلو شابوك يورلو بسلنماما كيلو علماما لبير انفكسيون دان قرطلاماما تكرر 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 انفكسيون هالنن ولما دروملارن دا بير قلب هستلو دشنمك لازم في كتير طرق لعلاج مشاكل القلب ومنا القصطرة القلبية يلي منا ممكن تفيد لمعرفة مرض القلب ومنا العلاجو شو هي الحالات يلي بتعالج القصطرة القلبية دكتور؟ نتحدث عن ما نحدث عن طريق العمل التي يجري نتحدث عن تقديق حضر قلبية دفعات خوبة دفعات يجب أن تقديق حضر دفعات تقديق حضر دفعات يلجحة anjiyo yöntemine girip balonla o daralmayı düzeltebiliyoruz. Tıpkı damardaki daralma olduğu gibi kalp kapağında da bir daralma varsa aynı şekilde yine balonla açabiliyoruz. Tabi ki hepsi hastayı ameliyattan kurtaracak anlamına gelmiyor. Mesela damardaki bir daralma tekrar tekrar anjiyo ile damardaki daralmayı açmak ihtiyacı getirebilir, doğurabilir. ya da kapaktaki bir darlığı açmak daha sonra kapak için ameliyata sebebiyet verebilir. Ama delikler, kalpteki delikler uygun zaman, uygun teknik, uygun anatomi ile kapatıldığında %99 diyeyim tekrar ameliyata gerek göstermezler. Dolayısıyla anjiyo hem tanı hem de birçok hastalıkta tedavi olarak kullanılabiliyor. İzlediğiniz için birçok hastalık birçok hastalık للغاية aż لا يزالح بها. لكنه مع اصداد الإجلال تريدون أي عاية من العلاج لا يقومون بمقربة بالنجيو. فهذا منذ ذلك يجب فاوضع من العلاج للغاية. لكن من العلاج للغاية العلاج للغاية أو الغاية لغاية التrasق التي تقنية هذا الهوث في الأمام المغاية. كما هو جيد للغاية وستطاعت. أحد دخول القدر للغاية تتحركون الأطفالين ومع أصددات المصدرات التأوية ولكن إذا هيدا الطفل عم بعاني من هيدا المرض وهو بعمر السنة فليزم يخضع للعمل الجراحي خلونا نتابع سوا شو خبرنا الدكتور من مستشفى غازي عصمان باشا عن هالموضوع القلب أكتر الأعضاء حساسية بجسم الإنسان لهيك لازم تكون عمليات القلب والعلاج والتحاليل دقيقة كتير دكتور والعملية في إلا أي مخاطر على المريض؟ هستمر بذلك اللي الاجتماعي بالفعلية فالأمليات نتابع جيدة لذلك الفقر والمشاعة يسيطر يزدل من قبل 10% من قبل كما تكون عرض وسط بهين العملية ديستل الاخرى والبحتة على تهيت وتعاليه لإش obese بضحة أجمال الآتفال الذين يتعالوا من تحمل الجراحي يجب أن يتلقوا في الجراحة خلال عمر السنة لأهيك اكتير مهم تحديد وقت العملية يقدر الطفل يعيش حيات طبيعية من بعد هل من الضروري انو تنعم العملية الالب بوقتاك؟ الفيض يفعل من قبل عملية. ثم يفعل اثنان وضع اثنان وczor اثنان كثرة بهم. ما هذا يعتبر. فبنى ، ثم ، اول تنانية و والأول بمسطنية فقط ، مجرم يفعل حياتي دهماc ، يعني الچوجو إلرداد همياتي لجاكسا وبر يلدادههم الان بلان يطلب مانس لازم إلق يل توقعنا من توجو قلب جرائيس عمليات القلب اجمالة و بالأخص الأطفال لازم تكون عند أطباء عنده الخبرة كافية بس كمان بزيت الوقت كتير مهم الاهتمام والرعاية اللي رح يخضع للطفل بعد العملية وحتى لو كانت العملية نيشحة تماما وكان في نقص بالاهتمام بالطفل بعد العملية فهل شي ممكن يشكل خطر على حياته الابتشيكا للأخواب يجب أن يعمل بمركز خاصاً؟ سأتيتcan من الحياة مقابلة சعي بمثلماً للحديث بشكل تدية Basketك impro setzen. بمستشفى غازي عثمان باشا والبروفيسورة دنيان منصور اولو بتخبرنا اكتر عن العمليات يلي عملت بهالمركز دكتور فيك تخبرني عن العمليات الجراحية القلبية يلي عملتوها لهالا بز سنة يقلشك بيش يوز اشيققالب املياتي يفيروز سون سكيز يلدر يقلشك دورت من جوارانا بر اشيققالب املياتي يفتك دمار و اتار دمار وطوبار دمار جرايسي يقلشك سنة 200 تار عمليات جوارا والمرضى يلي عم بيزوروا المستشفى دكتور من اي بلد اكترشي عم بيكونوا يقلشك كورك تاني يبنجوا يلك دان هستة قبل ديوروز كون لقوم شو يلكلر دان ازربيجان دان اراك دان ليبيا دان سون زمان دا اوروبا دان دا هستانة ميزة جلن هستالرمز بار عمليات القلب وشرايين يلي بتنعمل بمستشفى غازي عثمان باشا وصلت للمعايير العالمية تشيرنا انه عمليات زراعة القلب كمان رح تتم بهالمركز قريبا بتشكرا كتير دكتور على المعلومات يلي قدمت لنا هي اليوم نحن نشكر كين وصلنا ملونين كتير شوف لكن بمستشفى اتنا ان شاء الله بنشوف كين طريقة نضلوا خير اذا كنتو حابين تعرفوا اي معلومات عن طرق العلاج بمستشفى غازي عثمان باشا بتقدروا تشتركوا معنا ببرنامجنا فيزتو بيتريتد والاطباء بالمستشفى رح يكونوا جاهزين حتى يقدموا لكم المساعدة والعلاج بذات الوقت اشتركوا في القناة